مر سبت السابع من أكتوبر وقت زلزلت إسرائيل بصدمة عملية عسكرية اخترقت فيها الفصائل الفلسطينية سياجها المنيع وأمن مستوطناتها لكنه تاريخ سجل مرحلة جديدة قاسية بكل فصولها بما لم يكن في مخيلة أجهزتها وترسانتها العسكرية المتخمة بالتكنولوجيا الأحدث على مستوى العالم وتلك الصورة التي كانت خيالا صارت حقيقة قصف الصواريخ على المستوطنات واشتباكة مقاتلي الفصائل الفلسطينية باتساع رقعة خوف غير مسبوقة في إسرائيل تلك التفاصيل كانت أيضا مفتاح بوابة يشاهد من خلالها العالم أجمع وحشية الجيش الإسرائيلي وضربه لكل أدبيات الحروب ومواثيق الأمم المتحدة وهو مقيل على لسان خبراء العسكر والسلاح وهذا ما تفعله إسرائيل اليوم بجيشها وألتها العسكرية ترد على عمليات الفصائل بانتقام من المدنيين العزل أطفال دون ماء أو كهرباء أو وقود وبالألاف التي تسجلها غزة ترتفع أعداد الضحايا وتغرق المشافي الشحيحة من أي مواد علاجية وطبية تغرق بالدماء تلك التي تقف على الحدود من مساعدات أردنية وقطرية ومصرية وأممية تمنعها إسرائيل أمام مرأة العالم أجمع في تحدي صارخ للإنسانية والمواثيق الدولية دعم أمريكي وتهديدات وظفتها إسرائيل لصاليحها لكنها وبحسب مراقبين حرفت الحقيقة تلك التي تشهد لها سماء غزة بقصف لا يتوقف ومدفعية لا تهدأ وقنابل فسفورية محرمة دوليا مثل ما تقول منظمات دولية وحصار بحجم إبادة جماعية أو كما تقول الصورة أو يصرخ من فيها والصورة أبلغ من الكلام